اشتركوا في القناة قلت المحاضرة الماضية او اللي بينار السابق القديم ان السعادة دي بفكرة فيها ان انا ابحث عن المناطق الانفجارية المسؤولة عن اختراق قمة من فريم اكبر لنفرض ان ده شارت يومي شارت يومي اوكي فانا لما بشوف السلوك ده ان انا اخترقت القمة دي فببدأ ابحث في المكان هنا على منطقة الطلب المسؤولة عن تفجير القمة دي طبعا غالبة من ايها تحت هنا في المربع ده اللي تحت الهاي لايت ده كده فانا بروح على فريم اقل ببحث عن منطقة تبقى انفجارها حاج شارت انفجار كده جاي بشكل حاج يكون فريش حاد انفجار الكلام ده اتكلمنا فيه المرة الماضية طيب الان الجديد ازاي اقدر ارسم مناطق العرض والطرق طبعا الناس بيتستخدم موضوع البيز وشمعات البيز وكده طرقتنا هنا هنا بمختلفة شوية ان انا بركز على شمعات الابتلاع يعني لو جاي لي مسلا ادي شمع حمرة او احمر كده فانا محتاج لما تجي لي شمع وراها خضرة بالشكل ده فانا عندي الان منطقة عندي الان منطقة اقدر ارسمها من اول هنا تمام او بتاع الشمع اللي على اليسار حمرة لغاية اللو طيب لو ما كانش عندي شمع الفجارية بالشكل ده يعني لو كان عندي اه ماركت عامل كده الى الان ما تكونتش عندي منطقة الى اللحظة دي لم تتكون عندي منطقة طيب عملت كده الى الان لم تتكون عندي منطقة ليه لازم اخر شمع حمرة اللي دي اطلع اغلق فوق الهاي بتاعها يعني انا لما اطلع كده الان اغلق فوق الهاي الخاص بالشمع دي فبالنسبة لي هنا تكون عندي منطقة الطلب وارسم على الابن الخاص بالشمع الحمرة اوكي لغاية اقل لو موجود في الرينج وده منطقة الطلب اللي عندي طيب انت بتاعنا نشوف الكلام ده على على شارت كطلب وارض كاجزامبل بسيط كرسم مناطق يعني انا مسلا شايفين المنطقة اللي على اليسار دي كده فين هنا الشمعة دي قدرت تغلق فوق الشمع الحمرة فوق الهايب بتاعها فبقى عندي هنا منطقة كان عندي منطقة المنطقة اول ما وصل لها ارتد مباشرة طيب تعال هنا خلينا اخد مسلا اللي تكون او المنطقة اللي في الاخر دي اخر شمع حمرة جات شمع خضرة هنا فما قدرتش ارسم عليها الشمعة خضرة طويلة وانفجارية بس ما اغلقتش فوق ما درش ارسم عليها الماركد طول 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 هنا وبعد كده طلع اغلق فبالتالي هنا لا توجد عندي منطقة طب تعالي شوف العكس الشمعة دي نزلت اغلاق تحت الشمعة الخضرة دي والخضرة دي والخضرة دي فانا ساعتها برسم بالشكل ده على تلات شمعات لغة شمعة الحمرة وبعد كده بروح على الفرين الاقل اكتر الاقل عشان احدد المنطقة بشكل حاد فلو جينا هنا في المثال ده هتلاقي المنطقة بشكل حاد هي المنطقة اللي فوق دي كده اوكي يعني اللي هي جات من الشمعة الحمرة دي هي القفلة تحت لني دي اساس المنطقة نزلت كل ده فبالنسبة لي اصبحت دي المنطقة وتبقى المنطقة دي بالنسبة لي لو الهبوط ده كاس الدعم او من فريم اكبر فتبقى بالنسبة لي دي منطقة للبيع تمام طبعا ارسم على المكان ده اللي عليها صار مسلا الشمعة صغيرة صغيرة ما فيش دي اغلاقت فوق هاي فحرسم بالشكل ده يبقى انا الكلام ده بدمجه مع استخدام الاستراتيجيز دي باللي شرحته قبل كده واقدر استخدمها عليه تبقى ناخد مثال زي اليورو باوند قلنا ان انا مسلا خلينا نقور قمة زي دي كده بلاش مسلا ده اشان المسال ده بيحتوى في الحالة التانية انا ستكلم عليك عن شوية خلينا ناخد مثلا واريبر استرالي دولار يلا ده استرالي دولار مثلا اه فين فين خلينا ناخد اي اللهم اصلي عليك اي انا بيح مثلا اه انا بحاول اشوف فرصة قديمة خلينا نشوف اليورو دولار كان في فرص قليبة انا عايز حاجة للشراء اتوقع اللي في فرصة كل دي انا عايز اديك فرصة شراء اتوقع شو فرصة الشراء اللي هنا دي انا عندي هنا قمة يومية صح قمة يومية فجرتها فبالتالي عندي منطقة الانفجار هي موجودة في المكان ده فحاروح على الفريم الاقل هاروح مساعة على فريم الساعة تمام ادي فريم ايه الساعة عن مستطيل الاصفر هنا هروح ابحث عن المنطقة المسؤولة عن الانفجار بالشرط دي طب انا عندي الشامعة دي انفجارية هي الشامعة دي انفجار افلت في هو الاحمر ده يبقى انا عندي المنطقة بالشكل ده كده على بتاع الشامعة الحمراء وعلى اقل اللي تكون فاصبح عندي هنا منطقة تمام شباب يبقى هي دي بالنسبة لي المكان اللي انا احط عنده الوردر ولكن هنا في شرط عندي مهم في شرط عندي مهم ان انا ما كنتش وصلت لمنطقة العرض اللي необходم يعني في اليوم율 لو انا ما وصلتش لمنطقة عرض اليوم ان شغله تمامه طب لو انا وصلت منطقة عرض هيومية هنا ونازم من منطقة عرض يومية من فوق فبالتالي الافضل انة انا استنى ان منطقة الطلب اللي انا كنت مستنى عندها ان المنطقة دي يحصل لها كسر. وبالتالي ساعتها هروح على الفريم الداخلي واشوف ايه التركيب الداخلي ايه المنطقة الشارب اللي هي بتاعت النزول اللي بتخليني اقدر اعلق عليها امر بيع لان دي كانت منطقة قوية كلكم تقولوا قوية لانها قدرت تشيل الهار فبالتالي جاب ايها قوي قدرت يكسر المنطقة دي فمن مثال تنرجع هنا اد اليورو باوند مسلا انا هنا على اليوم انا قدرت اكسر الهاي ده هنا اوكي قدرت اكسر الهاي ده كده تمام وكان عندي منطقة عرض كده كبيرة وجينا سامب بتاع ابو الطريقة بتاعيتني ادي منطقة العرض هنا عبدالي حتصغرها يبقى انا عندي هنا منطقة بس انا وصل ايه وقريش دخل على منطقة عرض فبالتالي ما بقدرش اشترك على منطقة الطلب اللي هنا بستنى كسرها تبتالي شو حصل ايه اول حاجة انا صغرت منطقة العرض اللي فو دي صغرتها عشان تبقى اعرف فين اي منطقة الزبط البيع عليها لما تطلع ادي كبيرة على اليومي تمام اهو هي اديكة الكبيرة لما صغرتها رسمتها لما رسومة فوق هنا الشامعة اللي قدرت تبلع الشامعة الخضرة دي تحت فبالتالي الماركت لما اخترق وصل للمنطقة دي فانا بحاست فين منطقة الطلب المسؤولة ادي منطقة الطلب اللي هنا كانت هي المسؤولة عن تفجير المنطقة اهي منطقة حادة المنطقة دي الماركت رجع كسرها فبالتالي هروح هنا فوق ابحث عن منطقة العرض الشارب المسؤولة عن الكسر لقناها اللي فوق دي فبالتالي يبقى هنا عندي فرصة لامر في المنطقة وهدفي لغاية اول منطقة طلب حادة على الفريم حتى اليومي او الفريم الصغية لو كانت شارب جدا تمام هي دي احد الافكار او الاستراتيجيات او التكنيكس اللي بنطبعها في استراتيجيات دي والشباب يقدروا يقطع لها فرص من ديل الشمعة ان شاء الله تكون تكون سفدتوا وباذن الله في تسجيلات اخرى قادرة